ما الحكم في الرجل الذي لا يقول إن شاء الله في أموره كلها وإذا سمع من يقول إن شاء الله يغضب هذا يعتبر أنها معتمد على نفسه ولا يعتمد على الله سبحانه وتعالى لا أود أن يقول إن شاء الله الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول إن شاء الله فكيف بغيره؟ فكل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى فإذا قلت إن شاء الله فهذا فيه توكل على الله توكل على الله سبحانه وتعالى